صباح الاخير وصباح النور والتنوير وصباح الاول الهمة ايه اهميت النمزجة؟ اهميت النمزجة ان احنا بنحل المشاكل اللي هتظهر في الواقع الحقيقي يعني احنا ما عندناش رفاية ان احنا نبني المبنى وبعد ما نبني المبنى لا دح مفروض ايه على دور كمان او مفروض نقلل دور او مفروض يطلع او ينزل فنروح معاملينها لا خلاص اللي تبنى تبنى والحاجات دي هتبقى في المستقبل او في المبنى اللي هتتبنى بعد كده والمبنى ده خلاص اللي هتبقى موجودة هيدا عليه يعني ما عندكش الرفاهية ديت لان بسلف كتير انا افكر في مشروع كنا شغالين فيه و كنا شغالين فيه موديل ومشروع ضخم جدا يعني وكان جان بيه فندق فاسناء الاجتماعي هظهرت مشكلة في اخر ادوار ان المساف بين السيلينج والفلور اللي فوقيه صغارة جدا بش مقضية الكهروميكانيكا لابدا ففي اسناء الاجتماع في شاب اقترح ان يشيلوا اخر دورين الفندو ده اصلا مكشف عمامل بمي يعني فكلهم يعني محدش علع على كلامهم محدش ناش كلامهم محدش اخذ الكلام بتاعه بجدية ونجملكت معنا دي ما عندنش رفاهيت ان احنا نهدم حاجة بعد ما اتعمل ليه بينما وانت شغال فيه النمزجة في كمبيوتر تقدر في اي لحظة تعمل كذا اختيار وتختار بينهم وتعمل كذا وحكيها لكل واحد فيهم وتشوف اين الافضل وتخلكم بتطري قلم بينهم وتقدر تشيل تلات اربعة دوار وتحطهم تاني فهي دي فجرة النمزجة فجرة ان انا اعمل موديل في كل المعلومات اللي انا قادر احتاجها تساعدني في انتخاذ القرار بش هكلفني حاجة بينما لو انا عملتها في اسناء التنفيذ ممكن تكلفني المشروع كله يعني ممكن تكون المشروع بمليون اكلف مليون كمان بسبب ان انا عملت حاجة وكتشفت انها مستحية تتعمل فبهدها وعمل واحدة تانية وهكذا انها مع الكمبيوتر ممكن كل يوم تسحى الصبح كده بتعمل كبات قهوة تهد وتبني براحتك صباح الفل وصباح القهوة